ما يقارب 700 موقع يمكن أن يتحول إلى نقاط سوداء تشكل خطراً مع كل تساقط وزارة الموارد المائية وبالتنسيق مع عدة قطاعات تسعى إلى تجسيد استراتيجية وطنية للتصدي للفيضانات تتضمن الاستراتيجية الوطنية الجديدة لمواجهة الفيضانات خمسة محاور كبرى أولاً تحسين معرفة خطر الفيضانات تقليص الهشاشة ثالثاً إعادة النظر في نمط تخطيط الهيئة الخاصة بالحماية من الفيضانات على ضوء التوصيات المنبثقة من هذه الاستراتيجية رابعاً التهيئة المستدامة للإقليم خامساً تطوير تعاون التنسيق المؤسسة الاستراتيجية تهدف إلى توقع المخاطر واستباقها لتفادي أضرارها عبر جملة من الإجراءات تم اقتناء مئة محطة لتجميع الآلي للمعطيات بالاتصال اللاسلكي لتوقع الفيض والإنذار المبكر تسمح لنا بمتابعة تهط الأمطار ومستوى المياه في الوديان بغرض استباق ظواهر الفيضانات والتحذير منها استراتيجية التصدي للفيضانات تدخل ضمن المخطط الوطني لمواجهة الكوارث والوقاية من المخاطر الكبرى خاصة مع التغيرات المناخية التي تعرفها الجزائر وما شهدته عدة ولايات حتى قبل فصل الشتاء إن تدعيات هذا النوع من الكوارث الطبيعية سيتم التكفل به ضمن عملية تحيين الاستراتيجية الوطنية التي أمر بها فخامة سيد رئيس الجمهورية زيادة على التكفل الفوري للمواطنين المتضررين خلال هذه السنة والتي عرفته طولا غير مسبوك للأمطار وفي فتارات وجيزة والتي مست بدرجة كبيرة 22 ولاة نجمع عنها أضرار تطلبت حواري 47 مليار دينار جزائري لتصليحها وإعادة الوضع إلى ما كان عليها إحصاء النقاط السوداء وتوقع المخاطر يمكن أن يكون كفيلا بتجنيب السوء لكن في بعض الأحيان زخات مطر فقط تأبل بالوعات المسدودة أن تمتصها ما يحول الشوارع إلى مسابح